بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة زي ما وعدتكم الفيديو اللي فات كنت منزل لكم صغرة نيت في دافون عن طريق برنامج الهتب انجكتور وقلت لكم بإذن الله الفيديو الجاي هنتكلم عن صغرة جديدة وشبكة في دافون بردو بس شبكة في دافون بس وهي صغرة عن تاني برنامج ليبيكي كاسم لتشهر اخر شوية ولكن النهاردة انا اعمل لكم مفاجأة كبيرة جدا 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 هتبقى احسن من ال بكتير جدا 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 المفاجأة ديت ان النهاردة انا جايب لكم 8 علشان الضغط ما يبقى شي اصلا في ضغط على السيرفرات اعمل لكم 8 النهاردة 8 باذن الله يخلصوا كمان اسبوع المدة تاعتهم كمان اسبوع يعني 8 دول لو حملتهم باذن الله باذن الله النت مشواف معاك تماما لمدة اسبوع وفي كده هنكون قديت رسالة لمدة اسبوع في الاسبوع ده قلت باذن الله ممكن احتمال كدير ما نزلش صغرات نت في دافون بسبب 8 دول انا عدت فترة طويلة عشان اعملهم 8 دول انا نعطي لكم دولوقتي اه كلهم باذن الله يبقوا شغالين لو افترضنا ان حد ويف منهم التاني يبقى شغال بديل معاك تمانية نزل لكم النهاردة 8 كنفجات باذن الله تركوا مروبطاتهم في ديسكريبشن بتاع الفيديو واحطي لكم اصدار اخر اصدار لي اه في البداية كده هنحتاج برنامج الابي كي كاستوم هو دوت اللي حرف الابي دوت هو اللي حرف الابي دوت ماشي ده لانا بحركه ده هو الابي كي كاستوم هنحتاجه وهنحتاج التامن كنفجات اللي هوره لكم دلوقتي في البرنامج اه ديت رقم واحد رقم اثنين اه هنحتاج نت علشان نعمل ايميل اه على موقع الفول اس اس اتش دوت كوم طيب نبدأ في شرح عشان ما نطولش كتير رقم واحد هنخش على جوجل عادي ماشي وهنكتب هنا فوق فول اف يو ال اس اس اتش دوت كوم بالضبط كده ايش هفتح بس الواي فاي ونعمل فول اس اس اتش دوت كوم اه من افضل المواقع اللي عملت عليها ايميل على اكاونتات الاس اس اتش اللي تتهى من طريقها الصغر دي هترقم واحد نستهلنا بس صفحة تحمل اه لقد صفحة حملت هننزل تحت ونستنى السيرفرات اللي هنا تحمل مكان الفراغ دو تيظهر حاجات دلوقتي او ظهر لنا مكانها سيرفرات هنخش على السيرفر الاوروبي ونعمل بعد ان نستنى السيرفر دو يحمل هننزل تحت ونختار السيرفر الفرنسي هنختار السيرفر الايه الفرنسي هنخش عليه نعم يا اما هنستنى السيرفر يحمل اوت هنلاقي في الفرنسي سيرفر واحد فقط نتاك على نستهلنا سوف تحمل وننزل تحت شوية هنلاقي قدام نوت النهاردة السيرفرات مليانة يعني اتعامل اللي هو مفروب يبقى مفتوح اه في اليوم ميتين خمسة عشرين اتكاونت السيرفر بإذن الله بيتجدد الساعة سبعة المغرب يعني الساعة سبعة المغرب هنلاقي المية في المية دي بقت صف في المية هنخش ساعتها ونكتب الايميل ونكتب الباسورد ونكتب الرقم اللي بدون دوت اللي هو اربعة وسبعين تمانية اربعة وعشرين ونعمل كده يبقى احنا كده عملنا الايميل والباسورد هنلاقي يظهر لنا مربع حوائري تحت اخضر كده هو الرقم لحضراتكم دلوقتي مربع اللي بيظهر لنا نخش على هي ظهر لنا مربع زادة بالزبط ولينا هناخد الكلام ده كله كده كوبي وناخد الباسورد كوبي برضو ونروح بقى ننتل شرح البرنامج بتاع الابكي كاستم هنقفل واي فاي ونفتح باقة وشارط انك تتعمل للصغرة ديت رقم واحد ما يكونش عندك باقة رقم اتنين اه ما يكونش لاعب ما تكونش انت لاعب في نقطة الوصول نقطة الوصول تبقى زي ما هي اللي جاية مع موبايل هنخش على الابكي كاستم طبعا انا اه معايا اليوزر نيم بتاعي اه لو عايزين تستخدموه عادي هيشتغل مع كله ولكن انا بقول له لو كل واحد عايز اعمل اليوزر نيم باسمه فهي بقى افضل ولكن يعني ما فيش اختلاف لو عملت اليوزر نيم بتاعي عما حاجة تكون السيرفر بتاعك فرنسي علشان يقرأ على الكونفغ دوت هتعمل دي رقم واحدة ورقم اتنين هيبقى عندنا تمن سيرفرات دول بإذن الله هنزله لكم ولكن هنجرب سيرفر رقم واحد ونعمل ونستنى شوية عشان بيتأخر هيزر دلاته ده من حضراتكم آآ جربنا آآ رقم تمانية لدينا البرنامج فاتح معنا وهيزردنا نفس الكلام الحواري ده كله كده كتير ده الكونفغ رقم تمانية اللي شغال دلوقتي الكونفغ رقم واحد آآ واقف السيرفر بتاع بيعمله سيانة دلوقتي البروكت بتاعه مش شغال دلوقتي ولكن هشتغل بعد كده السيرفر رقم تمانية بقى شغال معنا دلوقتي ونشوف آآ كده انه تشتغل معنا نجرب تاني ودي الكونفغ رقم اربعة شغال معنا برضو يبقى تمانية واربعة شغالين دلوقتي آآ مش عايزين نجرب التمانية عشان هاخد مننا وقت طويل المهم ان احنا معنا للوقتي السيرفر رقم اربعة وتمانية شغالين جربنا سيرفرين انا هحطو لكم بيدن لات تمانية ورابط البرنامج في الدسكريبشن بتاع الفيديو ونخش على نشوف السرعة دلوقتي عاملة ازاي لحد ما السيرفرات ما بتلقوتش السرعة الكاملة زي ما قلت في الفيديو اللي قبل كده الا بعد دقتين تقريبا من يعني دلوقتي مش هنلاقي السرعة كاملة سرعة الباقة او سرعة الصغرة مش هتلاقيها السرعة المطوبة اللي انت عاوزينها اكيد ايه يعني دلوقتي بقى في حدود المية ولا حاجة ولكن لو سبتها ديئتين تلاتة كده تلقط لوحدها مع نفسها هنلاقي السرعة بدأت تزيد هنلاقي السرعة بتوصل الامتين هنلاقي السرعة بتوصل تلتمية حتى ما نكون في الجاب يبقوا شغلين لو شوفنا دلوقتي سرعة النت فوق متين وتلاتة تلتمية وتلاتين تلتمية لو يعني في التلتميات شغل في المتينات والتلتميات نقدم حضرتكم السرعة فوق عالية جدا 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 برنامج الابيكي قسم بالنسبة لي اريح من برنامج الاتش تي تي بي انجيكتر حاجاته مش صعبة قوي استخدامه سهل زي ما قلت لكم حطو لكم التامة كونفجات اللي عايز احمل التمانية حملهم عايز تحمل اتنين تلاتة تحملهم اه انا بقى انصح يعني مش عايز اقول تحملوا التمانية عشان انا الصراحة التمانية كتير ولكن لو حملتوا التمانية هيبقى افضل لكم عشان لو سيرفر من دول وقف تعرف تشتغل على التاني ممكن تنزل الاربعة ويصادف ان الاربعة يقفوا معاكم في نفس الوقت فمن افضل انتو تحملوا اه براحتكم ولكن افضل انتو تحملوهم اه اتمنى تكون الفيديو عجبكم اه بكده نكون خلصنا شرح النت الاخير اللي هو برنامج الابي كاستم اه بالنسبة البرنامج الهتش تي بي انجكتور اللي كنا مشاغلينه قبل كده اه الكونفج اللي كنا مشاغلينه قبل كده كان شغال عادي ولكن انا حابث ان لو احطو لكم كونفج جديد كونفجين عفوا اه كانوا شغالين معا من شوية حلوين قلت انزلهم يعني برضو يسدوا غرض لو مش شغالين معاكم الكونفجات القديمة ده ما حضرتكم الكونفج الجديد في اه الاتش تي تي بي انجكتور انه اي شغال معانا واناها سرعيته برضو عالية جدا 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 اه اتمنى تكون الفيديو عجبكم لو اه الفيديو عجبكم اه تمنى لكم الفيديو تمنى لكم القناة اه مستنى شوف كومنتاتكم مستنى شوف هتقولولي ايه في الكومنتات اه كان عمدي فكرة فيديو كنت عايز اقولها ليه اه ازاي طبعا كل الناس بتفكر ازاي تبس واي فاي من الصغرة النهاردة انا اه يعني مكتشف طريقة من زمان الصراحة اه ازاي تبس واي فاي من اه الصغرة طبعا ما كنتش تعرف تبس واي فاي لو تتعرف تبس واي فاي من الصغرة ولكن للأسف هتبقى محتاج روت اه لو لقيت طريقة تانية مش محتاج روت باذن الله بقى نزلها لو لقيت اقبال جديد على الفيديو ولقيت ناس كتيرة في كومنتات عايزة ازاي تبس وي فاي عبيع عن طريق آآ الصغرة بس باستخدام الروت هبقى نزل الصغرة تماما يكون الفيديو عجبكم آآ طبعا زي ما قلت لكم في الاول هستنى كومنتاتكم وبكده نكون وصل نهاية الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته